لطالما كان العراق البوصلة والمحور الاستراتيجي في الشرق الاوسط والرافد الاقتصادي الاول في العالم ما جعله فريسة المطامع السياسية لدول شتى الا انه اليوم يحتفظ بثيمته التي تزن اهميته الثقيلة في المحور الدولي فيعود العراق ليشكل هذه المرة دولة مهمة يتنفس عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الامريكية ولا غرابة ان ينشغل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاولات مراوغة انتخابية بين المتنفسين الاكثر الشعبية في امريكا الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن المنافسة لم تتوقف عند عتبة البيت الابيض في ساعات لقاء القمة بين البلدين بل رشحت الانباء عن دعوة رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي الى مصطفى الكاظمي وهو ما يمنح تفسيرا ادل به خبراء دوليون وعرب ان رجل الحكومة العراقية الاول يدخل البيت السياسي الامريكي فلا ينحاز لتوجه سياسي على حساب اخر ان ما كان الشأن العراقي هو الهاجس الاكبر حاجة العراق اليوم الى تحقيق مكاسب سياسية في الساحة العراقية وتغيير نهج بغداد المقبل سيما في التعامل مع اشد الازمات التي تواجهها البلاد الامر الذي عمق فجوة غياب الثقة بين المواطن وحكومته فيما مضى اما الحكومة الحالية التي تنال ثقة المربع الامريكي فهي تسعى جاهدة بحسب القيادة الامريكية الى تحقيق مطالب المتظاهرين وتثمين سيادة العراق بابعاد التدخلات الخارجية الزيارة الاستراتيجية العراقية الى واشنطن ينتظرها العراقيون بعيدا عن اجواء المنافسة الانتخابية الامريكية بجني ثمار اصلاحات وخدمات وكهرباء وحال اقتصادية وعلى رأس الاولويات ايقاف مسلسل الدم والاغتيالات